إذن تعرفنا في الفيديوهات السابقة على المصادر التصميم اللي تكون على مستوى الكائنات ومصادر التصميم الأخرى اللي تكون على مستوى الابليكيشن بهذا الفيديو راح نبدأ نتكلم عن المصادر النصية اللي يمكن تستفاد من عدها لأغراض نصية معينة لكن طبعا إحنا مفهوم تعدد اللغات راح نتعرض إليه في ما يعرف عندنا في التامبليت أو في جول الستيديو تامبليت يعني يتم عملية تضمينة ضمن التامبليت بشكل تلقائي وطريقة جدا ممتازة طيب طبعا لدينا مفهوم السترينج بطبيعة الحال يمكن تقوم بتعريفه بنفس الطريقة اللي تم تعريفها فيها الستايل فيمكن تقوم بتعريف شيء يسمى عندك X-String أوكي وهذا راح تبدأ تعطيه Key on Value بنفس الطريقة تماما راح تقوم بإعطاء Key وتقوم بإعطاء الفاليو المعنية طبعا الكي هو إيش يحتبر يحتبر عندك الـ Unique Name اللي راح تتم عملية استخدام الإسناد القيم فعلى سبيل المثال عندك هنا Add Button على سبيل المثال لديك نص النصوص النصية للـ Add Button وكقيمة تقوم بإسنادها بشكل مباشر لهذه الـ String على سبيل المثال راح أبدأ أقول لدي Add Data لأن أصبع عندي قيمة نصية محفوظة هنا اسمها الاسم الخاص فيها والـ Unique Key الخاص فيه هو Add Button وقيمتها Add Data راح أبدأ أستخدمها داخل الـ Application الخاص فيها أنا ذهب هنا بشكل مباشر وأذهب مثلا الـ User Page داخل الـ User Page بدلا أنه أنا أبدأ أعطي الـ Contents الـ Label الخاص فيه بهذا الشكل يعني هو Add أذهب على هذا الـ Label وقوم بعملية إزالته ثم أفتح To Practic حتى أصل إلى مفهوم Static Resources هنا هذه تعتبر عندك Static Resources طيب راح أبدأ أقول أنه أنا عندي Static Resources راح أشوف أنه ظهرت عندك الـ Add Button بشكل مباشر هذه هي الـ Add Button ظهرت عندك طبعا بشكل مباشر الآن لو تبدأ تعمل راح أتشوف أنه بالفعل أنه هذا الـ Add Bar Button اللي هو الـ Add Button يأخذ قيمته النصية لديك الـ Label as Static Resources من لتعدد اللغات فإحنا لدينا شيء يسمى Resources ولدينا شيء يسمى عندك يعني تضمين مفهوم تعدد اللغات هو يكون بشكل افتراضي عن طريق ميزات Windows UI 3 أوكي فإحنا ما راح أبدأ أدخلك الآن حاليا بالتفاصيل لكن إن شاء الله في التمبلت راح أشوف هذه الجزئية ونتعرب لها